الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد نبيه و خاتم رسله و صفوته من خلقه و خيرته من عباده صلاة طيبة مباركة وسلم تسليما كثيرا مشاهدين الكرام أحييكم أجمل تحية في حلقة جديدة من برنامج أدب الدنيا و الدين قال ابن المقفع لا تتهاون بإرسال الكذبة من الهزل فإنها تسرع إلى إبطال الحق و منها أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسمه بقبائح يخترعها عليه و يصفه بفضائح ينسبها إليه و يرى أن معرة الكذب غنم و أن إرسالها في العدو سهم و سم و هذا أسوأ حالا من النوعين الأولين لأنه قد جمع بين الكذب المعر و الشر المضر و لذلك ورد الشرع برد شهادة العدو على عدوه و منها أن تكون دواع الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها فصار الكذب له عادة و نفسه إليه منقادة حتى لو رام مجانبة الكذب عسر عليه لأن العادة طبع ثان و قد قالت الحكماء من استحلى رضاع الكذب عسر في طامه و قيل في منثور الحكم لا يلزم الكذاب شيء إلا غلب عليه و أعلم أن للكذاب قبل خبرته أمارات دالة عليه فمنها أنك إذا لقنته الحديث تلقنه و لم يكن بين ما لقنته و بين ما أورده فرق عنده و منها أنك إذا شككته فيه تشكك حتى يكاد يرجع فيه و لولاك ما تخالجه الشك فيه و منها أنك إذا رددت عليه قوله خسر و ارتبك و لم يكن عنده نصرة المحتجين و لا برهان الصادقين و لذلك قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكذاب كالسراب و منها ما يظهر عليه من ريبة الكذابين و ينم عليه من ذلة المتوهمين لأن هذه أمور لا يمكن الإنسان دفعها عن نفسه لما في الطبع من آثارها و لذلك قالت الحكماء العينان أنم من اللسان و قال بعض البلغاء الوجوه مرايا تريك أسرار البرايا و قال بعض الشعراء تريك أعينهم ما في صدورهم إن العيون يؤدي سرها النظر و إذا اتسم بالكذب نسبت إليه شوارد الكذب المجهولة و أضيفت إلى أكاذيبه زيادات مفتعلة حتى يصير الكاذب مكذوبا عليه فيجمع بين معرة الكذب منه و مضرة الكذب عليه و قد قال الشاعر حسب الكذوب من البلية بعض ما يحكى عليه فإذا سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه ثم إنه إن تحر الصدق أتهم و إن جانب الكذب كذب حتى لا يعتقد له حديث يصدق و لا كذب مستنكر و قال الشاعر إذا عرف الكذاب بالكذب لم يكد يصدق في شيء و إن كان صادقا و من آفة الكذاب نسيان كذبه و تلقاه ذا حفظ إذا كان صادقا و قد وردت السنة بإرخاص الكذب في الحرب و إصراح ذات البين على وجه التورية و التأويل دون التصريح به فإن السنة لا يجوز أن ترد بإباحة الكذب لما فيه من التنفير و إنما ذلك على طريق التورية و التعريض كما سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد تطرف برداء و انفرد عن أصحابه فقال له رجل ممن أنت قال من ما فورى عن الإخبار بنسبه بأمر يحتمل فظن السائل أنه عن القبيلة المنسوبة إلى ذلك و إنما أراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه من الماء الذي يخلق منه الإنسان فبلغ ما أحب من إخفاء نفسه و صدق في خبره و كالذي حكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يسير خلف رسول الله صلى الله عليه و سلم حين هاجر معه فتلقاه العرب و هم يعرفون أبا بكر و لا يعرفون رسول الله صلى الله عليه و سلم فيقولون يا أبا بكر من هذا فيقول هاد يهديني السبيل فيظنون أنه يعني هداية الطريق و هو إنما يريد هداية سبيل الخير فيصدق في قوله و يوري عن مراده و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب و قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب و قال بعض أهل التأويل في قوله تعالى لا تؤاخذني بما نسيت أنه لم ينسى و لكنه معاريض الكلام و قال ابن سيرين الكلام أوسع من أن يصرح فيه بالكذب مشاهدين الكرام نتوقف مع هذا الفاصل ثم نعود فنواصل ابقوا معنا مشاهدين أهلا و سهلا بكم مجددا قبل الفاصل كنا نتحدث عن صفة الكذب و نكمل فنقول و أعلم أن من الصدق ما يقوم مقام الكذب في القبح و المعرة و يزيد عليه في الأذى و المضرة و هي الغيبة و النميمة و السعاية فأما الغيبة فإنها خيانة و هتك ستر يحدثان عن حسد و غدر قال الله تعالى وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا يعني أنه كما لا يحل لحمه ميتا لا تحل غيبته حيا و روي أن أمرأتين صامت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و جعلت تغتابان الناس فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال صامت عما أحل لهما و أفطرت على ما حرم عليهما و روت أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من ذب عن لحم أخيه بظهر الغيب كان حقا على الله عز وجل أن يحرم لحمه على النار و قال عدي بن حاتم الغيبة رعي اللئام و كان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول الغيبة فاكهة النساء و قال رجل لابن سيرين رحمه الله إني اغتبتك فاجعلني في حل فقال ما أحب أن أحل لك ما حرم الله عليك و قال ابن السماك لا تعن الناس على عيبك بسوء غيبك و قال الشاعر لا تلتمس من مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا من مساويك و اذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا و لا تعب أحدا منهم بما فيك و إن كان المغتاب بالغيبة صادقا فقد هتك سترا كان بصونه أولى و جاهر من أسر وأخفى و ربما دع المغتاب ذلك إلى إظهار ما كان يستره و المجاهرة بما كان يضمره فلم يفد ذلك إلا فساد أخلاقه من غير أن يكون فيه صلاح لغيره و قد قيل لأنه شروان ما الذي لا خير فيه قال ما ضرني ولم ينفع غيري أو ضر غيري ولم ينفعني فلا أعلم فيه خيرا و قيل في منثور الحكم لا تبدي من الغيوب ما ستره علام الغيوب و قد روى العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي أن تقول لأخيك ما فيه فإن كنت صادقا فقد اغتبته و إن كنت كاذبا فقد بهدته و قال عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنه استهزاء المسلم بمن أعلن بفسقه و سئل بعض الأدباء عن صفة اللئيم فقال اللئيم إذا غاب عاب و إذا حضر اغتاب فأما الخبر فمحمول على الإنكار لأفعال هؤلاء و لا يكون الإنكار غيبة لأنه نهي عن منكر و فرق بين إنكار المجاهر و غيبة المساتر و أما النميمة فهي أن تجمع إلى مذمة الغيبة رداءة و شرا و تضم إلى لؤمها دناءة و غدرا ثم تؤول إلى تقاطع المتواصلين و تباغض المتحابين و روى شهر ابن حوشب عن أسماء بنت يزيد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ألا أخبركم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال من شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون العيوب و قال بعض الأدباء لم يمشي ماش شر من واش فأما السعاية فهي شر الثلاثة لأنها تجمع إلى مذمة الغيبة و لؤم النميمة التغرير بالنفوس و الأموال و القدحة في المنازل و الأحوال و قال بعض الحكماء الساعي بين منزلتين قبيحتين إما أن يكون صدق فقد خان الأمانة و إما أن يكون قد كذب فخالف المروءة و قال بعض الحكماء الصدق يزين كل أحد إلا السعاة فإن الساعية أذم و آثم ما يكون إذا صدق و قال بعض البلغاء النميمة دناءة و السعاية رداءة و هما رأس الغدر و أساس الشر فتجنب سبلهما و اجتنب أهلهما و وقع الفضل ابن سهل على قصة ساع سعى إليه نحن نرى قبول السعاية شرا منها لأن السعاية دلالة و القبول إجازة فاتقوا الساعية فإنه إن كان في سعايته صادقا كان في صدقه آثما إذ لم يحفظ الحرمة و يستر العورة و قال الإسكندر لرجل سعى إليه برجل أتحب أن نقبل منك ما تقول فيه على أن نقبل منه ما يقول فيك قال لا قال فكف عن الشر يكف عنك الشر إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة على أمل أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج أدب الدنيا و الدين فحتى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة